انت قلت ان السنة الجاية ان شاء الله مش كده هنستكمل زراعة فرعه اربعة مش كده طيب طيب اللي انت اعملهم اللي هما دول اللي هي الريف المصري التامنين الف فردان تقريبا والتوسعات المستقبلية المية واحد وخمسين الف والفرعه جنوب فرعه اربعة لهم الخمسين الف وانت عاملين حسابكم على ام ده يعني الاتنين دول مع بعض كويس طيب ايوه دول امتا شوف هو كل ما ما بنقدر ندخل اراضي ازراعية للانتاج ده بيخليني عندي فرصة لنا يعني انت النهاردة احنا بنزرعهم امح مش كده فانت النهاردة هتحرمني تقريبا من مية وخمسين الف فردان السنة جاية امح دول بقدي دول بحوالي يعني لو قلنا تلاتة طن يعني حال نص مليون طن تقريبا يعني طب ليه لا ليه بسراحة انا معارف طب طب ما تقولي ان احنا السنة الجاية يا اهاب انتو في عندكم مشكلة في دول لا سعيه يا كرم في عندكم مشكلة في الاتنين دول يعني احنا بقول كده الكلام ده الناس شايفانة توفيق ومش بقول كده عشان حاجة حانا بنشتغل سواء ناشا فتنة ولا مشا فتناش لكن اقصد اقول ده بقى التزام عليكم مش ليا للمصريين طيب يبقى النهاردة انت بتكلمني على كل ما يمكن زراعته ده فرع اربعة والجنوب بتاع فرع اربعة والريف المصري والتوسعات المستقبلية السنة الجاية ما تقول ليش اه ويبقى صعبة يا عام حمد عليهم لو مطالب احنا نلاب المطالب انما انا فيه مش 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 شرط تكون فقط المطالب هي يعني ممكن تكون تقول لي المدى الزمني المطلوب لان احنا نوصل لكده مش هبقى كفية للسنة دي يا فنم احنا كشركة كزراعة قدرين نزرع لكن اعتقد الترفيه يا فنم بتاع الارض هيكون مئتين وخمسين الفردان طيب ودي ودي لا انا اعتقد يا ايهاب قادر يا فنم هترد علي ولا محتاجين تدريسه بسراحة يا لم يترك المسبقنا يا فنم اي ولكن احنا من النهاردة ان شاء الله هنبدأ نشغل في الدراسات والبيانات موجودة مع ساتلو توفيق وان شاء الله في خلال اسبوع نرد على ساتة كفية ان شاء الله طيب احنا برضو دايما معنا دكتور مصطفى الوزارات المعنية الزراعة والري ومشكدة والكهرباء دكتور شاكر معنا طب انت حيب عندك دكتور شاكر مشكلة في انا ببكلمش على شبكة الكهرباء في الداخل انا بكلم الخارجية هل احنا النهاردة حيب عندنا مشكلة لتوفير الكهرباء للمئة وخمسين الف هل دان دول هشوف فان احنا عندنا بحطات متنقلة تقدر ننقلها بسرعة بس انهم الشبكات انا عايز اعمل استقرار في 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 الشبكة يعني لا انا بكلم على خطوط رئيسية يتعامل منها الخطوط الفرعية اللي هم بيعملوها داخل الاراضي وانت بتعملش الخطوط الفرعية انا عارف انا بكلم على الخطوط الرئيسية الرئيسية تسمح لي برضو عشان احب ادرس وان دي ساتك طب خلاص ان شاء الله طيب ده بتفضل نشكر ساتك الدكتور محمد عايز اقول حالة الهاية الهندسية بندرس المواصفات بتاعتها وفي جامعة القهيرة شغالة فبنراجع التلات جهات بيراجع على بعض يعني جامعة القهيرة بتصمم الهاية الهندسية بتنفس احنا بنرجع على الاتنين وبنشفة على التنفيذ طب يعني انتم ما عندكم مش مشكلة غير انكنتوا طبعا حبس هتقيموا الاجراءات الهاية الهندسية اللي بتتعمل مش كده طب تفضل السيد وزير الزراع عايزة اقول حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتصلح لكل الزراعات واحنا دائما هنا يعني احنا عندنا يمكن كان في كتف زيارة ريب مع سيدة اللي هو التوفيق عندنا هنا مركز بحوث متخصص في توشكا وعندنا وحدة لي بحوث صحراء وعملنا هنا وحدة ميكانة زراعية فاحنا جاهزين ومتعاونين نقدم كل الدعم طالما للمساحة احنا متأكدين واحنا تأكدنا ان شاء الله انها قبيلة لزراعة وتصلح لكل الزراعات شكرا